رزب الله اللبنانية التابعة لايران وقالت قوات النخبة الشبوانية في بيان ان المتهمين اعترفوا بسعيهم الى زعزعة الامن والاستقرار ونشر الفوضى في المحافظات الجنوبية المحررة والتآمر على قوات المقاومة المشتركة بهدف افشال جبهة الساحل الغربي وعرقلة تقدم قوات المقاومة لتحرير مدينة الحديدة من ميليشيات الحوثي الموالية لايران هذا وقد كشفت